نتيجة تغيرت 95 جامعة المنوفية 120 جامعة كفر الشيخ محمد عبد العال فدليا محمد سؤال الثالث لجامعة كفر الشيخ الحظ ابتسم لو الإجابة صح إن شاء الله ألف وبروك ثلاث نقاط إن شاء الله لو الإجابة غلط حابة لسه فيه أمل عند جامعة المنوفية إنها ترجع تاني في المباراة تحبوا تتسيروا فيه قدرات زينية إن شاء الله قدرات زينية السؤال بـ 20 نقطة ولا بـ 30 نقطة 30 نقطة بتـ 30 نقطة دوس على البازر قدرات زينية والسؤال هو حي المسألة الآتية 80 في 18 على تمانية زائد تمانية وتمانين يسوي كام سبع سواني فاطمة لو إجابتك صح ألف وبروك الثلاث نقطة وثلاثين نقطة وإجابتك 268 268 يا فاطمة إجابة صح 268 هاي إجابة صح عبر أفو عليك يا فاطمة جامعة كافر الشيخ ألف وبروك 3 نقطة وهارد لك جامعة المنوفية طارت منكم المباراة ولكن أملكم في التأهل لسه موجود سؤال الرابع عبد الله تفضل يا عبد الله هنشوف عبد الله والسؤال الرابع والأخير موضوع إيه مهم جدا المسكور ممتاز جوكر كويس عشان تعصنوا المسكور تعبوا تسيلوا فيه قدرات زينية قدرات زينية تمام سؤال ب20 نقطة أو الثلاثين نقطة الثلاثين نقطة دوس على البازر قدرات زينية والسؤال هو حي المسألة العتية 60 في 6 على 2 زائد 40 يسوي كام مصطفى عمد 220 220 30 نقطة مهمين جدا يرانعة المنسية إيه جابة صحيحة أفضل لعفة ماتش النهاردة ب60 نقطة مصطفى عمد تعالي نشوف ترتيب المجموعة الرابعة اللي اتعقدت بعد ماتش النهاردة في الصدارة بعد ماتش النهاردة جامعة المنوفية ب3 نقاط 225 نقطة إيه جابات صحيحة مركز الثاني جامعة كفر الشيخ 3 نقطة 240 نقطة إيه جابات صحيحة في المركز الثالث جامعة قناة السويس 3 نقط 225 نقطة إيه جابات صحيحة في المركز الرابع جامعة الأثر 3 نقط 180 نقطة إيه جابات صحيحة طبعا المجموعة دي في حزبة غريبة جدا أي حد ممكن نتقل خلينا تشوف المجموعة الرابعة هتمشي إزاي